تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلب سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى قصتنا اليوم من وحي الأولمبياد اللي حاليا عم بتشوفها عم منشوف أمريكا بتبدأ الصين اليابان عم بزعجوها مع إنه التوقعات بتقول في النهاية أمريكا حتكون البطل الأولمبي رقم واحد من حيث على الميداليات الذهبية وللي ما بيعرفوا من يوم نهاية الحرب العالمية الثانية بخسارة ألمانيا وإيطاليا واليابان ومن معهم كانت دائما الميداليات الذهبية الأولمبية بتقاسموها اثنين من حيث الصدارة مرة بتفوز الاتحاد السوفيتي ومرة بتفوز أمريكا بالنسبة لأمريكا كانت عم بتشوف حالها بتنافس 15 دولة واللي هم جمهوريات الاتحاد السوفيتي فبالتالي كانت لما تطلع أول كأنها خزمت 15 بلد مع بعض ولما تطلع ثاني بتكون الحنجة واضحة هذه الذهبيات بلموها أوكرانيا وأدربيجان وروسيا وكل الدول مع بعض بس بعد منهار الاتحاد السوفيتي تم تفكيكو معهد في حدا قادر يوقف لأمريكا 96 2000 2004 دائما أمريكا رقم واحد صار الموضوع ممل بطلوا الناس يتطلعوا على الملاليات الذهبية من الأول لأنه معروف وبعام 2004 اجت إشارة في الأولمبياد إشارة شوي هادية انتبهوا يبدو أن التنين استيقظ يبدو أن التنين اللي بالكهف التنين الأولمبي حرك نفسه وقرر يلعب الصين في 2004 عام بتفوز في المركز الثاني في الأولمبياد لكن جاءت أولمبياد 2008 مقرها بكين في الصين وهناك كان في معضلة كبرى عم بعيشها الحزب الحاكم الصيني مفادها إحنا دولة عظمى وبدنا نقنع العالم إننا من نكبر ونكبر وننافس أمريكا بل ربما نحكم العالم بس كيف؟ بدنا نرضى يجو الأمريكان ع بلادنا في الصين ويحصدوا الذهب ويطلعوا رقم واحد وكل شوي نسمع نشيدهم الوطني عم بيطلع وكل شوي فرحانين ويرجعوا من الصين منتصرين حتكون هزين معنويا لنهضة الشعب الصيني أن ذاك اللي كانت بلشت تتحرك أكثر وأكثر الحزب الحاكم الصيني قال بما معناه باطل على طريقة باب الحارة بس الكلام ما بيكفي شو الحل؟ بدأت الاجتماعات اللي جانا الرياضية تدرس الموضوع ووقفوا مع بعض أمريكا من حيث التكنولوجيا أفضل منا من حيث التدريب الرياضي أفضل منا من حيث الخبرة ومسألة الجاهزية للرياضة أيضا وتصنعت الرياضة أفضل منا احنا بشو أفضل منهم؟ الصين فكرت لقت نفسها عندها نقطة تتفوق فيها على أمريكا وهي الأمريكا نقطة واحدة لن يقاش فيها لما تيجي تقول الصين هي الأفضل محدش بناقشك العدد الصين ندرت للعدد السكان مقارنة في أمريكا الصين في 2001 تقريبا مليار و272 مليون في حين أمريكا في تلك السنة 285 مليون ليش قلت 2001؟ لأنه في تلك السنة كانت الصين عم بتفوز بحق استضافة أولمبيال 2008 فمن هناك بدأ العمل نرجع لعدد السكان كان فرق العدد أربع أضعاف ونصف فكانت الكلمة البسيطة لو قدرنا نخلي جودة إنتاجنا لأبطالنا ربع جودة إنتاج الأمريكان رح نهزمهم بالذهبيات يلا خلوا كل الصين تتدرب هذه طريقتنا عشان نفوز الصين تملك عدد وبتملك سيولة الصين قررت تفتح مدارس رياضية بعدد هائل جدا وتخلي الأطفال يروحوا 3000 مدرسة رياضية فقط بروح الولد يتدرب ما بيدفع ولا فلس من أجل حلم بلده وما اكتفت بهون بمسألة المجانية والتعليم البطولي بالعكس راح تأغرت أهالي الأولاد خلوا ابنكم ييجوا لو كملوا لعبوا وشاركوا بطولات معينة احنا حنكفلوا مهنيا طوال مسيرة حياته خلوهم ييجوا الرياضة مش بس حتكون مدالية بالنسبة للصين الرياضة بالنسبة لابنك مسيرة مهنية احنا كافلين له إياها الصين كانت عم بتشوف الأولمبياد عاكس كل الناس ما كانت عم بتشوفها ما كانت رياضة بالنسبة لها كانت قضية كبرياء وطريقة بكل شيء بدأت تتسرب صور بعض التدريبات اللي عم بتصير في مدارسة رياضية بعد النجاح اللي تحقق في 2004 الصور قاسية الأطفال عم بيبكوا بس بالنسبة للصين إنه هذا الثمن تحويل هذا الطفل إلى بطل ومن أشهر أمثلة هذا التحول بطل حققت خمس مدريات ذهبية صينية رقم قياسي الصين قدرت تخلق السوبرمان الأمريكي اللي بيجي بلعب سباحة بيجيب خمس مداليات وبيجي بيركوذ بيجيب خمس مدالات ذهبية الصين خلقت مثله ومنشها صينية غطاسة كانت من أفضل اللاعبات في تاريخ هذه الرياضة اللي لم تكن أفضلهم ويقال عنها دربت عشر سنين وراء بعض دون أي توقف إلا لما طمرض ما كان في أي شيء يمنحها من التدريب إلا المرض أو الإصابة غير ذلك ما في تعليم علموها بس أساسيات القراءة والكتابة كل المطلوب منك تلعبي بدك تصيري بطل الأولمبية لأن الصين كانت عم تعمل آلية مختلفة مع الأطفال ييجوا يقيسوا موهبتهم يشوفوا طولهم تكركيبتهم الجسمانية يحولوهم على رياضات ومن ذلك يبدأ يضغطوا الطفل ويختبروا جسمه ولما يشوفوا جسمه عم بتجاوب بيعرفوا أنه ممكن يصير بطل بيبدأ الاختبار الثاني اختبار الإرادة اختبار النجاح فتبلش تطلع الصور المرعبة بالنسبة إنا بس بالنسبة للصينيين كانوا يوصفونها عمل مشتهد باجتهاد عشان تنجح وللعلم الموضوع مش سهل زي ما بحكي فحسب موقع إنسايدر يتقدروا ما كانت سهلة ما كانت افتح 3000 مدرسة يصرف على المدربين وجيب طلاب لعبهم بيطلع من عندك أبطال لا بيحكي موقع إنسايدر كان فيه نسبة فشل عالية فعليا بس كان فيه استمرارية أعلى كان ييجي ألف طالب ممكن يطلع منهم عشرة يكملوا السنة الجاي إما لأنه بتعب إما لأنه بيخاف إما لأنه أصلا المدرب بيلقى فيه ما فيش منه أمل فبيقوله شكرا فبالتالي كان فيه نسبة فشل عالية من التحاق محاولات لكن كان فيه إصرار أعلى على إنه إحنا مليار و300 مليون مستحيل ما يكون إحنا عدد أبطال أكثر من أمريكا ديلي ميل بتقول تقاريرها عن فلسفة هذه المدارس لقد كانوا يجعلونهم يؤمنون بشيء واحد فقط مهمتكم في هذا العالم أن تهزموا أمريكا في الأولمبياد وللعلم الموضوع ما كان عشوائي كافي وراء تخطيط ودراسات الصين حطت على الطاولة المداليات الذهبية في الأولمبياد دوروا عن رياضات اللي بتجيب أكثر عدد من المداليات الذهبية الفردية فركزوا فيها شو مش هون وقفوا ما قالوا خلينا نجيب كرة القدم والله كرة السلي لازم نجيبها لا مدالي واحدة سيبك منها ركز بالسباحة ركز برياضات فيها 20-30 ذهبية لما تزبط معك بيجيب لك اللاعبين 10-11 ذهبية بدل ما ضيع فلوسك ووقتك زي ما إحنا من ضيعها العرب على فلوسنا ووقتنا على كرة القدم بس لو أخذنا 10% منها وصرفنا على رياضة ثانية حنجيب مداليات أولمبيا ترفع رأسنا وتفرحنا زي الأبطال اللي بفرحونا الآن هذا جزء الأول الصين حددت رياضات لازم تتفوق فيها طيب ما هي مش شاطرة فيها شو تعمد تجيب مدرب وطني عشان تسمع للبعض وشجعوا المدرب الوطني ودعموا المدرب الوطني لا الصين بعظمتها قررت تجيب مدربين أجانب وتتفعلهم ثلاث أضعاف وأربع أضعاف رواتبهم في بلادهم وراحت جابت مدربين أمريكان وكوريين جنوبيين وروسيين كل رياضة راحت على أحسن بلد فيها وجابت المدربين وكانت صريحة معهم بدنا نشوف تطور بدنا نشوف تحسن ما شفنا هتغسر راتبك العالي جدا اللي إحنا عم نحطه على الطاولة ما رح نسمح لك لأنك جاي من البلد الأكبر تضحك علينا بدنا نتائج ومن الأرقام اللافتة اللي وجدتها إنه مشروع التحول الرياضي الصيني من تنين نائم إلى تنين أولمبي عملاق كلف 586 مليون في إعداد أبطال الصين في أولمبياد 2008 يعني الذهبية الوحدي تقريبا كلفتهم 11 مليون دولار ما تقولوا ليش غالي لأنه الموضوع كان كثير أعماق الموضوع كان كثير أبعد كان له علاقة بثقة أمي كاملة بنفسها أولا ثانيا المشروع ظلوا عم بينتج بتكلفة أقل 2012 الصين ثانية الأولمبياد 2016 الصين الثالثة والآن الصين من أول يوم كانت صاحبة أول مدالية ذهبية في 2020 وموجودة على الخارطة ووحدة من أهم مؤسسات الفكر والرأي في العالم مؤسسة بروكينج نشرت قبل الأولمبياد قائلة الصين بتعتبر هذا الحدث حلم القرن بالنسبة إلها هي بتستنى استضافة الأولمبياد ببلادها عشان توري العالم قدرتها الكبرى بالاستضافة وعشان تنافس أمريكا بالأولمبياد وتعلن إنها مش مجرد مكينة اقتصاد وإنتاج بل فكر وفلسفة وصناعة أبطال مبدعين وللعلم الصينيين كانوا عايشين الجو وفهمين شو بصير لأنه مركز بيول الأبحاث نشر في 2007 أول 2008 تقرير وقال 75% من الصينيين لما سألناهم مين هيطلع رقم واحد في العالم أو كان السؤال مين هيطلع رقم اثنين في العالم بعد أمريكا اتفاجأوا إن الجواب الصين راح تطلع رقم واحد 75% من الصينيين كانوا مؤمنين إنهم هيطلعوا رقم واحد لما توصل هاي الدراسات الناس بتقول هذول خايفين هذول بصين مرعوبين لكن هذول كانوا عايشين الجو وكانوا عم بيعرفون إن المشروع بدأ من سنين والأبطال عم بتم خلقهم لهزيمة أمريكا في الأولمبياد نهاية الحكاية الصين رقم واحد في الأولمبياد 2008 وبتكسر الهيمنة السوفيتية في الماضي والأمريكية معها وبتنهي فكرة إنه أمريكا حضلها بس رقم واحد في الأولمبياد الصين 48 ذهبية أمريكا 36 الصين قالت هاي فورستي إحنا عم ننجح عم ننتصر أطلقت برنامج تعليم مدرسي كل طلاب مدارس الصيني بيتدربوا يوميا ساعة الرياضة سموه الرياضات المشرقة الوطنية للصين عشان تعرفوا الصين كم يحتاجت لاعبين يدخلوا المدارس الرياضية والمدارس العادية عشان تقدر تهزم أمريكا وجدت تصريح صدمني صراحة شخصيا تصريح لشخص اسمه فينغ جيان شونغ وظيفته معناها لما ترجمتها نائب مدير الإدارة العامة للرياضة الحكومية بيقول عنا في الصين 200 مليون ولد بتدربوا بشكل يومي في برامج التدريب إما المدارس الرياضية أو المدارس الحكومية يعني أكبر مادة خام لصناعة الأبطال مش بس الآن بل عرفتها البشرية كلها بل ربما هذا العدد يوازي عدد كل اللي بتدربوا بنفس الوقت يوميا حول العالم وللعلم الصينيين ما ركزوا عنهم يخلقوا أبطال رياضيين فقط خلقوا شخصيات تبدو محبوبة عند الجميع في 2012 أشهاد الإعلام الإنجليزي بشخصيات الأبطال الصينيين وصفوهم بالودودين بالمبتسمين بالأشخاص المتواضعين كان فيه تركيز كتير على أنه أنتم بتمثلوا الصين مش بش عسا نجيبوا الذهبية بل عشان نحاول نرسل رسالة للعالم إحنا جايين في رسالة محبب للبشرية المشروع تدخل فيه السياسي طبعا تدخل فيه الرياضة تدخل فيه مسألة الصرع القادم على حكم العالم ريتشيل هوفس لاعبة هوكي على العشب أسترالية فازت بثلاث ذهبيات لما حاولت تدخل في نقاشات كانت عم بتصير بالصحافة وقتها أنه هدول الصين فازوا بظلم الأطفال وضرب الأطفال والكلام هذا قالت لا هناك عند الصينيين ثقافة المستوى التالي هم مناسب يتعبوا على نفسهم ولما يخلصوا مستوى ما بوقفوا بطلعوا على المستوى التالي عندهم ثقافة التحسن المستمر والمدرب الألماني في الرياضة الكاياك جوزيف كابوسيك هذا مدرب أولمبي تواجد في الصين لسنوات قال ما عمري شفت رياضيين أكثر جدية في التدريب من الصينيين وهذا كلام كرروا المدرب كورت السللة سيدات الصين أسترالي الجنسية اسمه توم ماهر قال أنا عمري ما شفت ذلك الانضباط ذلك الالتزام ضمن المجموعة زي المجموعة اللي دربتها هناك المسألة في الصين ما كانت مجرد فلوس ولا كانت مجرد أكاديمية ولا كانت مجرد أنه بحبوش أمريكا كانت مجرد ثقافي كاملة قائمة على الانضباط قائمة على أنه تعب اليوم بيعطيك نتيجة بكرة ربما هم يبالغوا في بعض المواقف كانوا قاسيين في بعض المواقف لمستوى يقال في ناس ما شافوا أهليهم تلت سنين إما شافت بنتها السنة كاملة عشان الهدف أسمى وأهم على قول الديلي ميل المهمة الأولى في حياتك تهزم أمريكا في الأولمبياد وهذا اللي حققوه المشروع الكبير هذا تأثر قليلا نتيجة الحملات المضادة الإعلامية الغربية ضده بعض الأهالي بطلوا يودوا أولادهم لكن يقال مع كل أولمبياد مع كل ذهبية عم تيجي للصين الأهالي برجعوا يتشجعوا ويفهموا أنهم يودوا أولادهم للمدارس المشروع بيطلع بينزل بس العدد الموجود كثير كبير وكافي وبيزيد عن الحد الصين دائما أصبحت قوة أولمبية بعد ما كانت غائبة لسنين طويلة بعد ما كانت بكل الرياضات تقريبا ما إلها تواجد الآن بيذهبوا الأمريكان هم خايفين من مفاجآت صينية بـ 2012 أزعجوهم كثير في البدايات وكادوا أن يخطفوا منهم المركز الأول لكن طلعوا ثاني الأمريكان أنقضهم بعض السباحين بعض العدائين اللي بيجيبوا أربع خمس ذهبيات بس الصين كل يوم عن يوم عم بتقرب أكثر لمعادلة السوبرهيرو الأمريكي موقع أتلانتك السياسي بيقول دائما بيسألوا الناس كيف ستغير الأولمبياد الدولة المستضيفة يعني اللي بستضيف هو اللي بستفيد لكن بعد بكين بعد أولمبياد 2008 أصبح السؤال كيف غيرت الصين الأولمبياد لأنها خلقت قوة جديدة خلقت إثارة جديدة في المشاهدات خلقت في أنه في دولة ما حتسبح لأمريكا بالانفراد تماما بالأولمبياد وتخلينا نحضرها مجرد تيمشاية وقت الصين وتحولها الأولمبي خمسمية ستمائة مليون دولار في دول ثانية أنفقتها في الرياضة وما حققت نتائج صدقوني لكن هدول أنفقوها وحققوا إنجاز تاريخي صدمة عالمية للجميع من دولة بالألفين مش موجودة بالتصنيف لدولة بالألفين وثمانية رقم واحد أولمبيا في العالم زي ما حكوا ما رح يجوا ع بلادنا ويطلعوا متصدرين نوصل هنا لنهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضرور جدا نتابعوا قناة سيربيس بورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله